شركة جي اي ار دي تيكت وبالتعاون مع وكيلها الحصري شركة يو اي جي دي تيكتورز تقدم لكم شرحا مفصلا عن طريقة تركيب وعمل جهاز تيتان جي اي ار الف يمتلك جهاز تيتان جي اي ار الف خمسة انظمة وهي كالتالي اولا نظام البحث عن الحقول الايونية ثانيا نظام الاستشعار عن بعد ثالثا نظام البحث عن المعادن الممغنطة رابعا نظام التصوير ثلاثي الابعاد خامسا نظام الحث النبضي اولا نظام البحث عن الحقول الايونية حيث ان الحقول الايونية عبارة عن اشعاعات صادرة عن الذهب والكنوز والتفائم بعد مكوثها لمدة طويلة تحت الارض وتتاخلها وتفاعلها مع التربة وطبيعة تكوين الارض وانتظامها مع الخطوط المغناطيسية شمالا وجنوبا يتميز الجهاز بصغر حجمه وخفة وزنه وسهولة استخدامه افتح مقبض الجهاز ركب الهوائي المرسل للاشارة قم بتركيب المستشعر الخاص بالنظام قم بتوصيل البطارية افتح شاشة الجهاز قم بتشغيل الجهاز من خلال زر ON-OFF ثم انقر على شاشة الجهاز لتظهر قائمة اللغات بعد اختيار اللغة تظهر قائمة انظمة عمل الجهاز ثم انتقل الى النظام الايوني من خلال قائمة خيارات البحث يبدأ الجهاز بالبحث من خلال تحريكك للجهاز يمينا وشمالا وعند سماعك اشارة صوتية وظهور المؤشر على الشاشة هذا يعني ان الجهاز بدأ يستشعر بوجود الهدف شغل الليزر كي يساعدك في تحديد مركز الهدف حالا عدم رؤيته قم بتتبع الاشارة الصوتية بتحريك الجهاز للاعلى والاسفل وبعد ان تصبح فوق الهدف مباشرة سيبدأ صوت الجهاز بالتسارع تأكيدا منه على وجود الهدف كما يمكنك استخدام النظام الايوني اثناء قيادة السيارة ثانيا نظام الاستشعار عن بعد قم بتثبيت ناقي ركب الهوائيات المستقبلة قم بزيادة طول الهوائيات لرفع المدى الحسي الامامي للجهاز حتى 2500 متر افتح شاشة الجهاز قم بتشغيل الجهاز من خلال زر ON OFF تظهر قائمة عنظمة عمل الجهاز باختيارك للنظام الاستشعاري تظهر قائمة المعادن التي يقوم الجهاز بالكشف عنها اختر المعدن الذي تريد البحث عنه مثال ذهب دفي ثم قم باختيار المدى الامامي المراد الوصول اليه مثال 2500 متر حينها يبدأ الجهاز بالبحث وعند استشعار الجهاز للذهب ستقوم الهوائيات بالالتفاف نحو موقعه وسيظهر اتجاه الهدف على شاشة الجهاز ايضا نظام البحث عن المعادن الممغنطة قم بتركيب المستشعر الخاص بالنظام افتح شاشة الجهاز قم بتشغيل الجهاز من خلال زر ON-OFF قم باختيار نظام كشف المعادن الممغنطة من خلال قائمة خيارات البحث للتأكد من تواجد معادن ممغنطة ضمن الهدف المبتشف كالحديد مثلا وفي حال وجود اي معدن ممغنط سيصدر الجهاز اشارة صوتية فوق الهدف ويظهر المؤشر على الشاشة نظام الحث النبضي يتم استخدام هذا النظام لتحديد الفراغات والتمييز بين المعادن المكتشفة الثمينة وغير الثمينة قم بتوصيل البطارية قم بتثبيت حامل قرص البحث على الشكل التالي افتح مقبض الجهاز قم بتوصيل البستشعر الخاص بالنظام افتح شاشة الجهاز ثم شغل الجهاز بالضغط على زر ON-OFF اختر لغة البحث قم بمعايرة الجهاز مع التربة من خلال زر MINO يمكنك تعديل قوة استشعر الجهاز من خلال الضغط على مفاتيح التنقل انتقل الى نظام البحث العام لتأكيد وجود الهدف وعند اكتشافك لأي هدف انتقل الى نظام تمييز المعادن من خلال الضغط على زر start لتحديد نوعية المعدن ثمين او غير ثمين انتقل لنظام كشف الفراغات لتحديد وجود اي فراغ مع حجمه وشكله نظام التصوير ثلاثي الابعاد هذا النظام يتيح لك رؤية الهدف بابعاده الثلاثة قم بتثبيت قاعدة التابلت المرفق مع الجهاز قم بتثبيت تابلت المرفق مع الجهاز افتح شاشة الجهاز ثم شغل الجهاز بالضغط على زر on off ثم قم باختيار النظام التصويري من خلال قائمة خيارات البحث شغل برنامج التحليل 3D GER Analyzer الخاص بالجهاز والموجود داخل نظام التشغيل الخاص بالتابلت كي يتم البدء بعملية التصوير وذلك من خلال الضغط على زر التصوير بعد الانتهاء من عملية التصوير نقوم بتحليل الصورة الناتجة لتحديد شكل وحجم وعمق الهدف جهاز خفيف الوزن وسهل الاستخدام يعمل بأربعة لغات وهي الألمانية والإنجليزية والفرنسية والعربية يصل الجهاز إلى عمق 45 متر في بطن الأرض ومدى أماميا بمقدار 2500 متر جهاز تيتان جي اي آر ألف من أجود الصناعات الألمانية فقد تم تخصيص هذا الجهاز ليعمل في مختلف البلدان والأقاليم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق في رحلاتكم الاستكشافية